حكومة جديدة مدفوعة بقيادة سياسية تطلب الإصلاح والتطوير لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية حكومة تجد نفسها أمام تحديات إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يهيمن عليه القطاع العام الاقتصاد الكويتي يمكن لأول مرة من التحرير من ثلاثين سنة بدأ ينكمش وما في تنويع مصادر الدخل في تره الحكومي في موظفين حكوميين أربع أضعاف الطاقة أو الحاجة الحقيقية هذه يبيلها معالجة جذرية وهيكلية ومؤلمة ولازم الجميع يضحي إعادة هيكلة القطاع الحكومي الذي يستهلك نحو ثمانين في المائة من إرادات الموازنة العامة للدولة تعتبر أمرا ملحا برأي الخبراء لكن إصلاحات رئيسية أخرى يجب أن تنجز لإحداث نمو اقتصادي رئيسي على رأسها تنويع مصادر الدخل هذا يطلب إعادة نظر في السياسات الاقتصادية الموجودة قضية المفتاح الاقتصادي أيضا مهم لأنك عشات نوع قاعدة الاقتصادية تحتاج أنك تتعامل مع شركات عالمية عندها خبرات وعندها تكنولوجيا ممكن تشارك مع القطاع الخاص أو تشارك حتى مع الحكومة في إقامة مشاريع أساسية ممكن تعزز من إراداتك السياسية وقدراتك التصديرية للخارج تمكن قطاع الخاص وتنشيط الإنفاق الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير الأجهزة الحكومية والاستثمار في الاقتصاد المعرفي وتقليص وترشيد الإنفاق كلها تحديات تواجه الحكومة الجديدة التي وعد رئيسها بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة قد تواجه صعوبات في إقناع الشعب ونوابه في إقرار بعض إجراءاتها التي تمس جيب المواطن وهذا كله يجعل الحكومة الجديدة مدعوة للبحث عن حلول مبتكرة لتحويل الاقتصاد الكويتي المبني على الريع إلى اقتصاد منتج يحقق تنمية مستدامة هذه السياسة تنطوي على تحديات وتوفر في الوقت ذاته فرصا كبيرة لخلق هوية اقتصادية واعدة سعد العنزيز كانوس عربية الكويت